السلام عليكم الاخبار عاملين ايه? احنا اه النهاردة ان شاء الله نشرح اه درس التفاضل تمام ترمى اول مدمج اه كان فيه محاضرة اول محاضرة المحاضرة اللي فاتت واشرحت المحددات وشرحت المصفوفات كاملة تمام فانتو لو كده هتفرقوا على الفيديو اللي فات عشان تعرفوا الدنيا ماشية ازاي ولو كده هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في اخر في اخر اللينك بتاع الفيديو ده ان شاء الله ممكن تدخلوا وتبصوا عليه وكمان لو ضخلت على القناة هتلاقوا الفيديوهات دي موجودة تمام النهاردة ان شاء الله هنشرح حاجة اسمها التفاضل طيب التفاضل دي خطواتها انت بتفاضل حاجة بيديك مسألة زي كده وبيقول لك فاضل هولي فانت بتفضل تجيب الرقم ده وتقرب وتجيب الرقم ده وتقرب وتجيب الرقم ده وتقرب فممكن بتاخد وقت مع ناس طيب انا لو عايز اعملها بالقالة هل ينفع عملها بالقالة اه اول حاجة النوع المسألة ده ينفع نعمله خلاص طيب والنوع التاني من المسألة دي برضو ينفع نعملها طالما السؤال فيه بيقول لك ان معدل التغير بيساوي سين بتساوي عشرة وهنا معدل التغير ساوي سين خمسة اربعة تلاتة ايا كان مهم يكون في فكرة معدل التغير ده طالما موجود معنا يبقى ان شاء الله ايه نقدر نحل يلا كده هاتي القالة الجميلة بتاعتك بسم الله معي تمام ادي القالة طبعا قبل ما بنشتغل زي ما عودتك لازم لازم تفرمط القالة وانت شغال عشان لو فيها اي حاجة فيها عملات حسابية تتمسح على طول طب دي بتتفرمط ازاي بنقول تسعة تلاتة يساوي كده انا فرمطت القالة بتاعتي خلاص مفيش اي عملات حسابية موجودة فوق اول حاجة بقى عشان اجيب التفاضل بتاعي بعمل ايه ماشي اول حاجة هندوس حاجة اسمها مود خلاص زهر لي ده كله هدوس على رقم اربعة لها ريد زهر لي كده خلاص طيب بعد كده هعمل ايه هم دايش شفتي تاني واجه عند شايفيني اللي هي عاملة زي لوزة دي كده اه دي اسمها التفاضل شفت تفاضل خلاص اهو زهر كده عملت التفاضل طب نعيد تاني يلا عشان اخرج خالص بدوس مود واحد كده خرجت خالص تمام طيب اول حاجة هعمل ايه هدوس شفت مود بعد كده رقم اربعة اول خطوة الخطوة التانية شفت تفاضل اهي اللي تحت الفة اهو جاب للشكل ده جميل طيب اعمل ايه بقى ابدأ ادخل الارقام دي بس خلي خلي بالك انت عندك الاكس هنا يعني سين اهم عامل كده او ياجي كده هنا اهو وقوم كاتب تحتيها ادي اكس خلاص وهنا كمان اكس وهنا كمان اكس واكتب جنبها تلاتة وهنا سبعة قص اتنين وهنا الخمسة وعشرين قص كام قص تلاتة والزائد طبعا ايه ما بينهم زائد الخمسمية خلاص تا كده المفروض هدخله على الالة اول حاجة عندي كام اول حاجة عندي خمسة وعشرين كام تسين تسين دي بطلعها ازاي بص عندك فيه الزرار ده اسمه الفة اهو جميل الفة ده بيطلع لك اي حاجة لونها حمر في البوردة عندك جميل طيب اهو دست الفة بعد كده اروح عند الكوس عشان فيه الحمرة دي اللي هي سين هدوسه عليها طلعها لي تمام بعد كده اروح هدوسه على القص فوق عشان نكتب قص تلاتة تلاتة وبعد ما بدوس القص تلاتة هبانزل تاني تحت بستاهم المين عشان انزل تحت ابقى في المستوى الطبيعي بتاعي جميل بعدها ايه زائد اهو ما عامل زائد هاجي هنا سبعة سين قص اتنين ادي سبعة الفة اكس عشان السين خلاص قص كام قص اتنين اهو ومكاتب اتنين وانزل تحت تاني جميل ماشي بعد كده زائد بعد كده كام اكس اهو الفة اكس ما فيش حاجة يبقى زائد كام زائد خمسمية خلاص طيب كده خلصت لأ في خطوة صغيرة هنعملها بص وابلك عندما يكون حجم الوحدات خمسة هي دي لفقى الفكرة برضو همشي بالسهم كده واروح عند المربع ده شايفو مربع لبرا ده كده اه هم داس ايه خمسة طب بعد كده دوس يساوي تلعب كام الف تسعمية ستة واربعين خلاص يبقى انت عندك ايجاب التكلفة الحدية لو انت جبت اي سؤال وعملت الحركة دي كده هيطلع لك الناتج بتاعك الف تسعمية ستة واربعين لبدا كده الحل التاعي بدل ما تقعد تعمل خطوات كتير امام طيب ادي مثال اهو مثال تاني بيقول لك ازا كانت صاد بتساوي الرقم ده فان معدل التغير بتاعه بسين بتساوي عشرة حلو قوي اول ما تشوف كلمة معدل التغير دي كده تستريح كده تاخد نفس ماشي عشان دي بتسهل عليك كتير يعني هي بجيب لك الفكرة كلها بتاعتك طيب اول حاجة هندوس مود واحد عشان نخرج خلص اول حاجة بنعمل ايه? هندوس اربعة خلاص احفظك ده اربعة اعطوماتيك بعد كده اهو تفاضل يلا اول حاجة عندي ايه عندي شرط الكسر هاجي كده اهو واعمل شرط الكسر وافتح كوس ها واعتنسى عشان متلقباش بالكوس الكبير ده مناش دعوا بيه هنا عندك فيه كوس هتفتح كوس اهو كام تلاتة سين هقوله تلاتة الفة اكس ماشي ماشي بعد كده ايه ساليب واحد اقفل الكوس افتح كوس تاني هقوله سين الفة اكس زائد اتنين واقفل الكوس وانزل تحت عندي تحت كام هنا عندي خمسة اهي يبقى اقول له خمسة واجه اخرج برة زي ما قلتلك وهنا عند المربع ده وقال لي عندي معدل التغير بتاعي كام عشرة اقول له عشرة يساوي تلعب كام تلعب بتلاتة عشر ما انا عندي الحل تلع بتلاتة عشر جميل مشي هعلا نشوف المسألة اللي تحت دي اجي واحدة تانية برضو دي جزر تربيعي هنقول مود اربعة شفت تفاضل خلاص بعد كده ابدأ ابوس بعمل خطوات دي وابدأ ابوس هو عندي ايه اه ده عندي جزر ايه جادي جدا هم هو عامل له الجزر بتاعه الجميل قال لك سين قس اتنين يبقى الفة اكس اكس دي سين طيب اهو تاني ونطلع فوق ونقول له ايه قس اتنين وننزل تحت سالب ستة سين ادي سالب ستة الفة اكس زائد تسعة قال لك المعدل التغير كام معدل التغير قال لك عندي خمسة هيبقى اخرج برة كده واقول له خمسة هيطلع عندي بكام هيطلع عندي بواحد تمام اه دي كانت اه تاني حاجة خدناها بالنسبة للحل اللي انا الحزبة تينجز معك برده عشان السؤال ده لو جالك في الامتحان هيسهل عليك كتير جدا طبعا لو الفيديو عجبك طبعا تعمل بقى اشتراك ولايك وتعليقات وابعت بقى الفيديو ده لصحابك كلهم خليهم يتفرقوا عليه عشان يستفيدوا طبعا ما ننساش الدعوة الحلوة تمام ان شاء الله اه الفيديو الجاي هشرح لكم سوناء الحدين انا انا شرحه في في فيديو برضو بس الجودة ما كانتش علي قوي فانا لو كده ان شاء الله عمل لكم فيديو تاني دي بطريقة افضل تمام وفي فيديو برضو يعني بفكر احاول عمله لكم برضو يبقى في النهايات برضو تقدر تجيبها بالقلال حسبة تمام شكرا اول حاجة نفرمت بعد كده موض واحد بعد كده نخرج اهو شكرا والسلام عليكم